أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيا ضرورة العمل دوليا على وقف حرب الإبادة التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وضمان الممرضة الآمنة لتسهيل وصول المساعدات الإغاثية والطبية وعبر رئيس الوزراء الفلسطيني عن رفض السلطة الوطنية الفلسطينية لأي أفكار لتهجير الفلسطينيين عن بيوتهم وأراضيهم في قطاع غزة ورفض التصريحات الإسرائيلية حول إعادة احتلال غزة جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء الفلسطيني القيادي في حزب الخضر الألماني يورغين تريتين لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني